لغة الجسد الموضوع ده انطلب مننا كتير قوي وبصراحة ما كناش ميدله حقه في القناة دي مش عايز بقى ان انا استنى لما حد يقولي ان هو معجب بيا او يعني اتكلم معاه ويبقى فيه بيننا معاملة انا عايز اعرف ايه اللي ممكن علمي النفس يفيدني فيه ويقولي ان فيه حركات كده لا اراضية الشخص اللي بيحب بجد غصبا عنه ما بيقدرش يتحكم فيها لما شوف الشخص ده اقول عليه عاشق بيحبني وهو ده اللي بيميز بقى الناس اللي هي الدكاترة المتخصصة اللي يقولك انا افهم البنى ادم من قدامي من نظرة عينيه ومن حركته عمتن الحلقة دي مفيدة اوي واحنا معانا تسع حركات لا اراضية الحركات دي لما تلاقيها في اي شخص ايا كان اعرف انه هو عاشق وميت في دباديبك يعني منتهى منتهى العش والحب عشان ما اطولش عليكم تعالوا بلا نبتدي بس خالوني سريعا ارحب بكم في البداية واقول لي ما اشتركش في القناة اشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض والجديد يا لي تعرفنا بنفسه عشان نرحب به ويلا بينا مع اول حركة لا اراضية اجي لما يشوفك اتساع حضقة العين او بالمعنى الادقة او بالدارج لمعة العين في لمعة كده في العين اتلاقي دايما يعني في عيون اللي بيحب بجد او العاشق بجد لما حبيبه يتواجد ولا سيما لما يجي فجأة لما يلمحه فجأة او ضحكة العيون تحس ان العيون كده من اللجناب فيه ضحكة خفيفة وبسيطة دي ايضا حركة لا اراضية ما اقدرش انا لو بحب بجد وحبيبي متواجد او قدامي او شايفه ان انا اتحكم فيها بس مش دي بس التقرب في المسافة بمعنى لو حصل وتكلمنا مع بعض او احنا واقفين جنب بعض هيحاول الشخص ده ان هو يقرب منك المفروض ان انا لما بكلم حد يعني مش هلزق فيه بيبقى فيه بينه وبينه مسافة حوالي متر اكتر شوية اقل شوية الشخص اللي بيحب لما يتكلم معه اللي بيحبه تحس ان هو لا اراضيا بيقرب منه وهم واقفين تحس ان هو مقرب بينهم ممكن اتنين تلاتة سنتي مجازا يعني اكيد مش هيكون كده هيكون اكتر من كده بس انا بتكلم مجازا القرب في الوقفة او في المسافة عمت اعدالي طلب مهم لو شايفين الحلقة دي مفيدة وانا شهر والله شايفها مفيدة جدا جدا ياريتك العادة طلب الوحيد منكم تدوسوا لايك توصل لبقية اصدقانا والافادة العكس ديس لايك وقولولي السبب ويريت اصدقانا اللي على الفيسبوك يشيروا على قد ما يقدروا اللي على اليوتيوب كمان ومناش على الفيسبوك اي صفحة غير محمد ابو زيد اي حد تاني نصب يعملوا له بلوك رجاء تالت حركة لايراضية اتجاه الساقين لو احنا قاعدين بقى ما احنا هندك بكل الاوضاع لو شفتم من بعيد ولو واقف جنبك ولو انتو الاثنين قاعدين مش هنخليلك حاجة ولا هنخليلك حاجة في حلقة النهار اذا الشخص رجليلي اتنين متجهين لك او ميلين لك بشكل يعني حتى ولو بسيط دي حركة لايراضية دليل كبير قوي ان في حب ومشاعر خاصة تجاهك وان كان الشخص يعني العكس ماي اللي يم هناك يبقى العكس الصحيح طيب لو في النص معناها ان انت ممكن تكون يعني لا انت كده ولا انت كده انت بالنسبة له شخصية عادية قاعد معك بشكل عادي ولكن الحركة اللي لايراضية اللي تهمنا في الموضوع ده اذا اتجاه الساقين ولو بزاوية بسيطة جدا ليك وخلي بالك بقى وانت قاعد معاه في القاعدة تقدر ان انت تحدد العلامة او الحركة اللي لايراضية دي بمنتهى السهولة رابح حركة لايراضية ضبط الصورة او تعديل المظهر دايما انت لايه قاعد مش على بعضه كده يا بيعدل في شعره يا بيعدل في هدومه يا بيمسح في جزمته وهي لو بنت نفس الكلام ممكن تعدل في الميكب وتحس ان هو عمال بيزبط في نفسه وفي لبسه وفي وشه يعني بشكل انت هتلاحظه لو ركست اما لو كنت زي انت كمان مدلوء على عينك يعني مش هتلاحظ حاجة هتقوم وتمشي ومش هتلاحي نفسك لاحظت حاجة في الاخر الحركة اللي لايراضية اللي بعد كده تغير في التنفس تحس كده تحس كده ان فيه شهيق وزفير كل شوية عمال بياخده تحس ان هو بيتنفس بسرعة مش النفس الطبيعي ابدا اللي ممكن تلاحظه تحس ان فيه في النفس حاجة كده يا اما سريعة اوي يا اما فيه شهيق وزفير يعني او حاجات من هذا القبيل ودي برضو الحركة اللي لايراضية اللي بعد كده التوتر استحالة يكون طبيعي لو بيحب او بيكنلك مش شعر متوتر ومرتبك وممكن يقول او يعمل حركات غريبة او حمقاء خلي بالكم من اكتر العلامات اللي تدل ان الشخص ده بيحبك بجده او يكنلك مش شعر خاص يعمل حاجات غريبة او حمقاء او غبيعة تخيل اه والتوتر كمان كل اللي احنا بنقوله ده حركات لايراضية الشخص المحب بجد لازم يعملها ولذلك انت لو فاهم مش هتحتاج ان انت يعني اه لو عارف الحركات ده مش هتحتاج انت تتعب نفسك كتير هتعرف كده من قعدة او قعدتين او مرة او مرتين او شوفة او بصة او مقابلة او مقابلتين اه حتى لو انتوا في جروب حتى لو انتوا في مجموعة حتى لو جيران حتى لو بتلتقوا صدفة يا اخي هتعرف لاني لازم هيبان عليه حركة من الحركات اللايراضية اه دي تحس فيه بحماسة او خجل ايا كان بقى على اختلاف شخصيته وطبيعة الموقع يا حماسة جديدة او مهايبر وباور كبير اوي يا خجلان او مكسوف او مش طبيعته ودي ايضا حركات لايراضية تدل على الحب الشديد لك العلامة اللي بعد كده الدحكة على نكات عفوة الدحكة على يعني النكت بتاعتك انا هقول بالعامية احسن الدحكة على النكت بتاعتك او الافهاد او المزح يبقى انت اي النكتة يعني بايخة اوي اوي وما تدحكش ودمك يلتش فيها وبرضو تلاقيه بيدحك عليها وممكن يدحك بهايبر يدحك اوي وخلي بالك يعني ما تدحكش ولا حاجة يعني ما تدحكش ولا حاجة ولكن هو عشان بيحبك نوع من انواع المجاملة يعني تلاقيه دايما حتى لو قلت حاجة لو سخيفة برضو يدحك عليها او يبتسم عليها الحركة اللي رضيها اللي بعد كده تغير في نبرة الصوت تحس ان نبرة الصوت مختلفة عن المألوف او مختلفة ايه عن الطبيع مش نبرة طبيعية وخلاص ايا كان مدام هي مش نبرة طبيعية اذا اصبحت علامة لا اراضية يندرج عليها ما يندرج على باقي العلامات في حلقة النهاردة اخر علامة معانا المتح بيمدحك سواء بشكل مباشر او غير مباشر وممكن يكرر نفس الكلام يعني ممكن يكرر نفس المديح وهو قاعد معك لانه مش حاسس انه قال الكلام ده من شوية قيلها من دقيقة ويرجع يقولها تاني اذا ان كل الحركات دي حركات لا اراضية تماما رجل او امرأة كبير صغير خبرة او مش خبرة لازم اللي بيحب بجدته حط تحت دي ميت خط تبان عليه كلها او بعضها كده قدمنا لك حل سحري ومفتاح سحري اوي تقدر ان انت تفهم شخصية الطرف اللي قدامك وهل هو بيحبك بجد بيكنلك مشاعر انت شده او شغله ولا انت بالنسبة له شخص عادي طبعا في النهاية اتمنى انتوا اكتبوني اراكم في الحلقة دي انا بكون سعيد جدا وانا بقرأ تعليقاتكم من الانستجرام الفيسبوك يعني قناتنا التانية للفاتفاضة كل الرابط دي في وصف الفيديو اول تعليق تشرفوني جدا اذا اشتركتو وانضميتو احنا كلنا عيلة واحدة وانا بحب ان انتوا تتواجدوا معايا في كل الاماكن اللي انا بكون متواجد فيها واخر طلب رجاءا من نجر صفحة واحدة على الفيسبوك اي حد تاني نصب صفحتنا الوحيدة محمد ابو زيد بالانجليزي كمان طلقوا صورتي طبعا هي اللي محطوطة عليها شايروا على قد ما تقدروا الحل دي مفيدة اوي اوي فوق ما تتخيلوا لو انتوا شايفينها كده مش شايفينها ما عنديش اي مشكلة وقلولي السبب والى اللقاء